طيب ان شاء الله تكون مباراة موافقة تكون ضربة بداية جيدة لفري النادي الاهل منتخب الشباب انبارع الحمد لله كان عندنا السابق وقلنا ان لعبي منتخب الشباب كان عندهم اسرار ودافع قوي جدا ان هم يكونوا موجودين في تونس وياخدوا الفرصة ان يكملوا مع المنتخب الفتر جاي خاصة ان لسه في مباراة تانية مع المنتخب التونسي يوم الجمعة القادم والمباراة دي مش بخروج المغلوب لا دي دورة مجمعة خمس منتخبات هتلعب اربع مباريات فبالتالي حتى لو خسرت المباراة الاولى بشكل اعتباري لسه عندك تلتة فرص اخرى في مباراة قادمة مع تونس ومع الجزائر ومع المغرب ان شاء الله في اتنين لعيبة هيسفروا بكرة عشان ينضموا مع البعثة ويكونوا جاهزين لمباراة يوم الجمعة المسح الحمد لله الاربعتاشر لعب اللي كانوا سلبي بقوا سلبي زمهم والاربعتاشر اللي كانوا ايجابي للأسف لسه المسحة بتاعتهم ايجابية وبالتالي هيكون فيه بروتوكول ليهم الفترة الجاية لعله وعسى بعد مباراة يوم الجمعة مع تونس يكون فيه فرصة للحاق الفترة اللي جاية ده جزء وصور ليه تدريبات منتخب الشباب طبعا النهاردة فيه احدى الملاعب الفرعية وتحديدا هذا الملعب هو الملعب الفرعي لستاد رادس الأولمبي ده الملعب الفرعي للاستاد الرئيسي اللي بيستضيف البطولة ملعب مميز جدا وقدامنا في الصور حتى هول كابتن عبد السطار صابري هو اللي هيدير المباراة فنيا طبعا ليه غياب الكابتن رباية ياسين اللي مزال حتى هذه اللحظة في تونس وبيواصل متابعة العلاج وان شاء الله يكون بفترة أو خلال الفترة الجاية يكون حالته طيبة وطبعا الكابتن رباية ياسين أنا عارف شخصيته برغم ان الكتب أخبار ان الكابتن رباية ياسين هيرجع مصر للفترة الجاية لكن أنا عارف أن أنا عارف كابتن ربيع هيفضل موجود مع أولاده لغاية اللحظة الأخيرة لغاية آخر ثانية وآخر دقيقة البعثة هترجع بالكامل هو هيكون معهم البعثة هتكون موجودة في تونس هيفضل معهم والكابتن ربيع أنا عارف شخصيته مش هيرجع وحيسي بالبعثة وحتى هو بيواصل تنفيذ البروتوكول المتعلق بفيروس الكورونا والعلاج منه هيفضل متابع للبعثة بالكامل وهيكون متداخل في كل شيء حتى من نواحي الفنية مع الكابتن عبد سطر صبري مع كل اللاعبين نتمنى لهم يربي التوفيق ويعدوا بالمباريات على خير لكن نتمنى في الأساس إن شاء الله بإذن الله تكون صحتهم هي أفضل شيء وأفضل حاجة تتألف في اللحظة الحالية الروح المعنوية والدافع القوي اللي عند اللاعبين اللي قدروا يغيروا القرار اللي اتخذ بالأمس انهم لا هيدروا يكملوا وهيكونوا موجودين في المباريات اللي جاية ومش هتنازلوا عن فرصة انهم يدفعوا عن تعبهم وجهدهم اللي استمر للمدة موسمين خلال الفترة اللي فاتت سنتين كاملين كان المنتخب بيشتغل ومعسكرات إعداد وشغل طيب من الجهاز الفني فكل ده مش هيديع طبعا بسبب موضوع كورونا لا عندهم تحدي وإصرار انهم يكونوا موجودين في مباراة تونس إن شاء الله يوم الجمعة القادمة طبعا مش عايزة أتكلم عن اللايحة كلمت مباراة عن اللايحة واتكلمت على ان اللايحة الكفيد سواء مباراة الأندية أو مباراة مجمع اللايحة واحدة لاتحاد الأفريقي أصدر اللايحة موحدة لكل المسابقات الإفريقية من نوفمبر 2020 ليوليو 2021 لكن في النهاية أنا قلت اللجنة المنظمة لها استثناء أن تأخذ القرار النهاية ده حصل مع بعض الأندية في دور الأبطال لكن في النهاية القرار تأخذ أن المباراة المنتخب المصر يعتبر خاسرا أمام ليبيا وكل الدعم لمنتخب الشباب ولاعبي بإذن الله في مباراة تونس واستكمال التصفيات الإفريقية المؤهلة لكاس الأمم في موريتانيا تم تحديد كل المنتخبات لم يتبقى سوى تصفيات دورة شمال إفريقيا اللي هيتأهل منها منتخبين من أصل خمس منتخبات تونس وجزار انتهى بالتعادل الإيجابي واحد واحد ليبيا فازت على مصر 3-0 اعتباريا وطبعا في مباراة أخرى للمنتخب المغربي كان باي في الجولة الأولى اشتركوا في القناة